هنا الفاو وجهة العراقيين ومقصد التوقعات بمستقبل أفضل وأمام المشروع الكبير المنتظر يعود الإعلان بتوقيع الشركة الكورية استقطاب الخبراء لتنفيذ المشروع 400 مليون دولار خصصت للمشروع لكن في البصرة أكثر من حلم لم يتحقق حتى اليوم فما بين اقتصاد واستثمار وتجارة وزراعة كلها تواجه مخاطر النفوذ على المنافذ وهيمنة البضائع الأجنبية فإن النفط والغاز والكهرباء ثالوث رأس مال البصريين يقع في ظل أزمات متراكمة أمام بسيس أمل قد ينقذ منها ما يمكن إنقاذه للوصول إلى حال اقتصادية أكثر إنتاجية يتحدث محافظ البصرة عن عدم إمكانية إعطاء أرقام للموازنة في المحافظة فيما هي الإرادات التي تضيف 50% في المقابل فإن الإنجاز الأمثل يتجه نحو صدوق البيترو دولار الذي خصص له تريليون دينار لعموم العراق ما يزيد عطش العراقيين إلى واقع حقيقي يغير أحوال الصحة والعمل والتعليم والخدمات وإزهاق نسب البطالة والفقر مدينة واعدة بالمشروعات والطموحات والخيرات لكن طال انتظارها وهو المرجو اليوم من الوصول إلى استثمار للوقت والجهود الحكومية تماما كما هو الإنجاز المستمر للقوات الأمنية بمصادرة أسلحة مدفونة قرب مناطق السكنية وبستين والحفاظ على معادلة الأمن التي تضمن لشاطئ العرب هدوءا وموجا لا يعصف بمراكب الساعين إلى نهضة اقتصادية تعيد لمملكة الجنوب أريجها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر